مرحبا أصدقائي وأهلا بكم درس جديد من دروس البرمجة باستخدام C++ بدرس اليوم رح نكمل حال الأسئلة الخاصة بالC++ من ملزمة الأسئلة الشاملة وصلنا بالدروس السابقة للسؤال رقم 15 السؤال رقم 15 يقول يعني اللي يريد بهذا السؤال كالتالي المستخدم يدخل أرقام لنقول إنه هنا ثلاث أرقام مثلا 1, 5, 10 اللي يريد بهذا البرنامج أن نستخدم ال-if وال-else حتى نوجد يا هو أكبر رقم منه أكبر رقم بين ذلك لثلاث أرقام ندخله المستخدم مثلا المستخدم يدخل 1, 3, 10 البرنامج يطبع لنا أنه أكبر رقم دخل المستخدم هو 10 المستخدم دخل 20, 50, 70 يطلع لنا البرنامج أنه أكبر رقم دخل المستخدم هو 70 وهكذا بس هاي الفكرة شون نحلها خلنا ننتقل إلى C++ حتى نشوف شون نحلها عمليا أول شيء كالعادة نكتب القالب مالات نمسي بلاس بلاس اللي هو الهاش ننكلود نفتح القوسيا io stream ونسد القوس ننزل جوه نكتب using namespace std ونخلل الفارزة المنقوطة ننزل نكتب int main نفتح قوسيا ونسدهم بعدين نفتح square bracket وننزل جوه بالأخير نكتب return 0 فارزة منقوطة هذا هو هذا القالب مالات نمسي بلاس بلاس السؤال يريد من عندنا بالسؤال أن ندخل ثلاثة أرقام فالثلاثة أرقام هاي نقدر نعتبرها انتجر أن المستخدم يدخل واحد اثنين ثلاثة وهي شيء ونقدر نعتبرها انفلوت أن المستخدم يقدر يدخل أيضا واحد ونصف ثنين بوينت ثلاثة خمسة بوينت عشر وهكذا فاحنا رح نعتبرهم انفلوت على سبيل المثال ونسميهم x1 x2 و x3 ذني الأرقام اللي رح يدخلهم المستخدم الآن نطلع رسالة للمستخدم نقولها كالتالي enter the numbers ونخلي هنا الفارزة المنقوضة ونسوي cn للشنو للx1 وللx2 وللx3 ونخلي فارزة منقوضة الآن المستخدم يقدر يدخل ثلاثة أرقام رح ينحفظا بالx1 وx2 وx3 خلي نشغل ونجر طلع عنا enter the numbers نكتب 1 2 3 هذا هو البرنامج ليس صحيح 100% الآن نستخدم الف نحن نقدر نجد أكبر رقم بينهم لثلاثة أرقام اللي دخلهم المستخدم اللي هو الواحد والثلاثة والثلاثة نجي نقارنهم نقول إذا كان الواحد أكبر من الاثنين والثلاثة فأنه الواحد هو أكبر رقم القوس لأنه كان الاثنيا 떨어� mulher أو إذا كان الرقم الثاني الذي دخل المستخدم هو أكبر من الرقم الأول والرقم الثالث فالرقم الثاني هو أكبر رقم أذا كان الرقم الثالث أكبر لأول ورقم الثاني فمن الرقم الثالث هو أكبر رقم هي بسهولة بس شون نسويها بالسي بلاس بلاس نجي نكتب له هنا ونفتح القوس حتى نكتب بين القوسين شرط معلتنا نقول له ال x1 كانت أكبر أو تساوي ال x2 يعني إذا كان ال x1 أو الرقم الأول أكبر أو يساوي الرقم الثاني وكذلك نخلي شنو نخلي and and كذلك كان ال x1 أكبر أو يساوي x3 يعني هنا نقول له إذا كان الرقم الأول اللي دخل المستخدم أكبر أو يساوي الرقم الثاني وبنفس الوقت الرقم الأول أكبر أو يساوي الرقم الثالث شنسوي أطبع عنه وقل لنه أن x1 الرقم الأول هو شنو is the biggest number وهذا هو نخلي فارزة منقوطة مالتنا هج رح ندخل ثلاث أرقام إذا كان الرقم الأول أكبر من الثاني والثالث رح يطبع عنه أنه الرقم الأول هو أكبر رقم خلي نشغل ونشوف خلي نشغل وندخل هالمرة أنه أكبر رقم هو الرقم الأول أول رقم نخليه هو عشرة على مدين نحفظ بال x1 ثاني رقم هو خمسة ثالث رقم هو ثانية طلع عنا أنه 10 is the biggest number أن هنا بين الأرقام الدخلتهم 10 هو الرقم الأكبر شون عرف أنه 10 هو رقم الأكبر جقال هذا الرقم الأول هذا الx1 هذا الx2 هذا الx3 هل الx1 هل X1 الذي هو 10 أكبر من X2؟ أي أكبر هذا تحقق الشرط الأول وهل X1 الذي هو 10 أكبر من X3 الذي هو الاثنين؟ نعم أكبر فتحقق الشرط الثاني أيضا يجي طبعا أن X1 الذي هو 10 is the biggest number يعني 10 هو الرقم الأكبر الآن نأتي إلى X2 X2 نفس الشيء نسوي هذا ونخليه هنا paste بالX2 نقول هذا X2 أكبر أو يساوي X1 والX2 أكبر أو يساوي X3 يعني نجعل هذا المثال نقول إذا الرقم الثاني كان أكبر أو يساوي الرقم الأول والرقم الثاني أكبر أو يساوي الرقم الثالث إذن X2 الذي هو الرقم الثاني is the biggest number دعنا نجرب دعنا ندخل هذه المرة أنه الرقم الثاني هو الرقم الأكبر فندخل 2 على سبيل المثال وهنا ندخل 14 كالرقم الثاني والرقم الثالث هو 5 طلع عنا انه 14 اللي هو الاكس 2 هو الرقم الاكبر شو نعرف اجى بالبداية سطر سطر لان هو شنو الكود يمشي سطر سطر تأكد بالبداية من هذا الشرر قال هل الاكس 1 اكبر او يساوي الاكس 2 هذا الاكس 1 هل الاكس 1 اللي هو اثنيا اكبر من الا 14 لا اصغر فعبر هاي الف هاي الف بعد ما علينا بيه اجي هنا على الف الثاني اللي المفروض الصحيح بالبرمجة نكتب هنا لا اصغر 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 اص حقاً لن اثنين هن فش نسوي نطبع انه الاكس 2 اللي هي 14 is the biggest number بقت شغلة واحدة اذا ما كان الاكس 1 هو اكبر رقم وما كان الاكس 2 هو اكبر رقم شو بقعدنا بقعدنا انه الاكس 3 مية بالمية هو رقم الاكبر فنجي نقول له ايلس بس ايلس ما يحتاج نكتب بعد شي ليا اشان احنا تشيكنا الاكس 1 وما طلع اكبر رقم وشيكنا الاكس 2 ما طلع اكبر رقم اذا الاكس 3 هو اكبر رقم فنقول له ايلس سي اوت انه الاكس 3 هو الرقم الاكبر فنجي نشغل يقول لك دخل الارقام انه مثلاً اربعة خمسة واثناش طلع عنا انه اطنعاش اللي هي الاكس 3 هي الرقم الاكبر ليش خنجي نشوف ليش اجا هو سطر سطر اتأكد هل الاكس 1 اكبر او يساوي الاكس 2 هذا الاكس 1 الاكس 1 اللي هو اربعة مو اكبر من الاكس 2 اللي هو خمسة لذلك هذا الاكس 2 الجاهلة انتقلنا الى هاي الاكس 2 اللي هي خمسة اكبر او يساوي الاكس 1 اي نعم الاكس 2 اللي هي خمسة اكبر من الاربعة زي نتحقق هذا الشرط ننتقل للشرط الثاني هل الاكس 2 اكبر او يساوي الاكس 3 هاي الاكس 2 اللي هي خمسة هل الخمسة اكبر من الاثناش لا الخمسة ما اكبر من اطنعاش إذن نتجاهل هذا الألس إيه لأنني لازم اثنينين نتحقق يالله نطبق هذا المكتوب داخل القوسين فإحنا تجاهلنا هذا وتجاهلنا هذا بقعدنا بس الألس الألس هو دا نقول لي إذا هذا ما اشتغل وهذا ما اشتغل طبق هذا إجهنا طبعا أنه ما طول الأكس وان هو مو أكبر رقم والأكس تو هو مو أكبر رقم إذن أكيد مية بالمية الأكس ثري is the biggest number فطبعا أنه الاثنعاش هو الرقم الأكبر بس هيش نحل السؤال أتمنى يكون السؤال واضح أتمنى يكون شرحي واضح أي سؤال أو استفسار أو أي شي صعب عندكم تقدرون تكلمون بالتعليقات وإن شاء الله جواب على الجميع شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على الاستماع ونلتقي إن شاء الله بدروس قادمة